قال الرئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن الدين يمثل عاملاً أساسياً في بناء السلام وإدارة التنوى بين المكونات الاجتماعية المختلفة واشاد حمدوك بما يقوم به مجمع الفقه الإسلامي من أدوار في هذا الصدد وأكد حمدوك لدى لقائه بمكتبه وفداً من مجمع الفقه الإسلامي برئاسة عبدالرحيم آدم رئيس المجمع أكد أن هناك تواصل دائم بين الجهاز التنفيذي ومجمع الفقه الإسلامي من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول جميع القضايا التي تساعد على استقرار البلاد وقد أبان الوفد الدور الذي يقوم به مجمع الفقه الإسلامي في محاربة الغلو والتطرف ونبذ القبلية وردك النسيج الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر